تتعدد الأسباب والموت واحد وتتعدد الأزمات في ليبيا والحل غائب هو حال يكاد يبكي له الحجر قبل البشر ضحايا جديدة تقع نتيجة بنية تحتية رديئة ومبان شيدت بطريقة عشوائية في بعض المناطق لتكون مصدر قلق كبير لبعضهم ومصيرا شنيعا لبعضهم الآخر في حادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في حال بقاء الحلول معلقة دارت مشاهدها في منطقة عينزارة حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وفاة أب ونجله في منزلهما الواقع تحت خطوط الضغط العالي ضمن دائرة توزيع عينزارة عندما تلقت الشركة بلاغا من الإدارة العامة للتحكم من أجل الإسراع بفصل خط دان من 220 تب لتتوجه فرق الصيانة بمكتب التشغيل والصيانة بالنعون التابعة لدائرة توزيع عينزارة للكشف عن الخط على الفور في ذات السياق وهذه المرة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة في مدينة سيرت تعرضت كبيرة محول الكهرباء المغذي لحي عمارات 600 وحدة سكنية بسيرت لاحتراق كامل لم ينجم عن أضرار بشرية والحمد لله في الوقت نفسه كان عميد البلدية مختار المعداني قد اشتكى مما وصفه بالتهميش الذي تعانيه المدينة ومن غياب مشاريع إعادة الإعمار منتقدا عدم تقييد المسؤولين بتعاهداتهم بشأن تطوير ما أمكن من خدمات مقدمة للمواطنين على وقع أخبار حزينة متتالية يصح الليبيون وينامون وعلى الطرف الآخر أروقة السياسيين تحفها أحاديث بعيدة تماما عن همو من يعيشها المواطن ويحترق من تبعاتها فتارة تكويه نار الأسعار وتارة أخرى يحرقه لهيب إرادات نفط لا يرى منها إلا دخانا يكتم على أنفاسه وأخيرا لا يسلم حتى وهو تحت سقف بيته فالتهديد بنهاية مؤلمة بات مشهدا مكرر لا يخل منه حي ليبي